بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله بداية شكرا جزيلا للإخوة أعضاء لجنة المسجد المنضوية تحت لواء المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأقادير إنسا شكرا جزيلا على الدعوة يعني كان المفروض أن يكون هذا اللقاء على صفحتهم لكن بسبب بعض المشاكل التقنية أتدر لكم أولا عن التأخر في الوقت وتانيا إن شاء الله سوف يكون اللقاء هنا على صفحة الخاصة وسوف يقوم الإخوة بمشاركته على صفحتهم بالنسبة للموضوع هو الإلحاد الجديد ما الجديد؟ وسوف ننطلق إن شاء الله أولا في تفكيك هذا المصطلح أو هذا الإسم المركب إلحاد الجديد يعني هل هناك إلحاد جديد؟ أم إن الإلحاد واحد؟ ولماذا هذه التسمية؟ لماذا نقول الإلحاد الجديد؟ طبعا الإلحاد كما لا يخفى عليكم هو يتعلق عندما نقول مصطلح الإلحاد أو هذا ملحد فهو يتعلق بإنكار الإله إنكار وجود الإله لكن في هذا السياق يجب أن نفصل قليلا فالإلحاد لا يعني بالضرورة إنكار وجود إله وإنما هو مفهوم واسع ويتضمن مجموعة من المفاهيم الأخرى أو بتعبير آخر إن الإلحاد الجديد يعني هو أنواع يعني يجمعها هذا الإسم لكن عند التدقيق نجد بعض الاختلافات يعني مثلا عندنا الإلحاد الجديد ونقصد به اللاء أدرياء والربوبية واللا دينية بشكل عام ربما مصطلح اللا دينية هو مصطلح أشمل من مصطلح الإلحاد يعني عندنا الملحد الذي ينكر وجود الله بشكل قطعي يقول لك أنا متأقن تماما أن الله ليس موجود وعندنا الملحد المتشكك يعني لا يقطع بعدم وجود الله وإنما يعني بنسبة 70-60% يقول لك أنا لا أؤمن بوجود إله أو أعتقد بعدم وجود إله وعندنا اللا أدري واللا أدري ليس هو المشكك الذي أو المتشكك أو الشاك إذا جهز التعبير الذي يشك في وجود إله وإنما هو يتخذ موقفا بنسبة 50%-50% لا يستطيع أن يقول لك أنا مؤمن بوجود إله ولا يستطيع أن يقول لك أنا لا أؤمن بوجود إله يعني هذا موقفه النهائي هو لا أدري وليس معنى ذلك أنه لا يدري وإنما هذا هو موقف نهائي أنه يقول لك 50%-50% لا أستطيع أن أجزم لك لا بهذا ولا بهذا ثم هناك الربوبي الربوبي هو لا يؤمن بالأديان يؤمن بوجود إله أو قوة غيبية وعليا لكن لا يؤمن بالأديان سواء الإسلام أو غير الإسلام إذن فالإلحاد هو مفهوم واسع وحتى عندما نتحدث عن الإلحاد فنقول مثلا هذا شخص ملحد فالملاحدة ليسوا سوا أو ليسوا سواسع فعندنا الملحد الذي ألحد مثلا بسبب شبهة عندنا الملحد الذي عنده إشكال نفسي عندنا الملحد الذي يبحث وأداه شكه إلى أن يتخذ هذا الموقف وعندنا الملحد يعني المعاند فهم أنواع لا يجب أن نضعهم جميعا في سلة واحدة حتى في نقاشنا معهم في حواراتنا معهم يعني فالشخص الذي يقول لك أنا لا أؤمن بوجود إله وأنا بحث وهذا موقف نهائي وهذا الأديان مجرد خرافات ومجرد أساطير وكذا وكذا ليس هو الشخص الذي يقول لك لا أنا أبحث وعندي شبهات أحتاج من يجيبني عن هذه الشبهات وأنا أفتح الباب أمام الحوار وأمام النقاش إلى آخرين على أي حال بالنسبة للإلحاد الجديد لا بد أن نتحدث أولا عن السياقات التي أبرزت لنا هذا المفهوم أو هذه الظاهرة ولا بد أن نتحدث عن تاريخ بروز هذه الظاهرة في العالم الغربي أولا ثم انتقال هذه الظاهرة إلى العالم العربي المؤرخون أو الباحثون في ملف الإلحاد الجديد يؤرخون لظهوره بسنة 2001 بالضبط مع أحداث 11 شتنبر الإلحاد كما تعلمون كان في جميع الحضارات تقريب لكن بسياقات مختلفة مثلا في تراتنا الإسلامي الإلحاد لا يعني بالضرورة إنكار وجود الإله وهذا من الخطأ الذي نجده شائعا في نقاشات اليوم فيقول لك مثلا اتهموا العلماء أو اتهموا الفلاسفة بأنهم ملحدون وكذا وكذا الإلحاد هنا لا يعني التكفير ولا يعني الكفر وإنما كان يطلق الإلحاد مثلا على مجرد بعض الانحرافات العقدية مثلا يكون بعض الفلاسفة مثلا يكون عنده إشكال مع النبوة أو مع الألوهية حتى أو مع بعض الصفات الإلهية مثلا مسألة حدوث العالم بعض الفلاسفة أو عددا من الفلاسفة كانوا يقولون بأن العالم قديم وبأن وجود العالم يعني ليس هو لازم لازم عن وجود الإله يعني لا ينفك عنه فيلزموا من وجود هذا وجود ذاته فبناء على هذه الأقوال مثلا يأتي بعض العلماء المسلمين أو بعض الفقاه المسلمين فيقول لك هذا ملحد الإلحاد هنا لا يعني بالضرورة التكفير وإنما يعني أن عنده انحراف عقدي وحتى في اللغة الإلحاد هو الميل يعني نقول ألحاد عن الطريق مال عن الطريق خرج عن الطريق زاغ عن الطريق ثم عندنا الإلحاد في عصرنا هذا الأوروبية أنا الآن أعطي صورة بانورامية شاملة سريعة عن الموضوع لا أريد أن أتعمق أريد أن نخرج إن شاء الله بصورة واسعة وتصور عام حول موضوع الإلحاد الجديد ربما في حلقات مقبلة قد نتوسع ونتعمق ونغوص أكثر في الموضوع هذا فقط حتى لأننا نجد كثيرا يقول لك ما هو الإلحاد الجديد وهل يوجد أصلا إلحاد الجديد ولماذا أنتم تقولوا الإلحاد جديد إلحاد قديم وإلحاد واحد إلى آخر قلنا ثم هناك الإلحاد مثلا في عصر العصر الوسطى ومبعد العصر الوسطى مثلا في عهد أو في عصر نهضة الأوروبية هنا تغير مفهوم الإلحاد قليلا فأصبحنا نتحدث عن إلحاد فلسفي إلحاد ينبني على إنكار الإله صراحة وعلى البحث الفلسفي يعني كأداة لإنكار الإله وكأداة للمعرفة أي لاتخاذ هذا الموقف العقدي إلحاد هو موقف عقدي ثم عندنا الإلحاد الجديد الذي بدأ التأريخ له بسنة 2001 مع أحداث 11 شجنبير مصطلح الإلحاد الجديد هكذا الإلحاد الجديد نيو إيتيزم ظهر أول مرة سنة 2006 يعني أول من استعمل هذا المصطلح حسب ما أعرف يعني هو غاري وولف هذا باحث غاري وولف نشر سنة 2006 مقالا على مجلة وارد هكذا الإلحاد الجديد ومن تم شعع هذا الاستلاح يعني كل من يتحدث في الموضوع بعد ذلك يسميهم بالملاحدة الجدد أو يسمي الإلحاد بالإلحاد الجديد هكذا لكن هذا ظهور المصطلح كان سنة 2006 لكن الإلحاد بحد ذاته هو أقدم ظهر سنة 2001 حسب المتخصصين يقولون كما سبق وذكرت بأنه ظهر مع أحداث الحادي عشر من شوتنبير فعندما يعني وقعت تلك الأحداث بأمريكا ببرج التجارة بأمريكا حدث تفجير ناطحة في السحاب وهنا مباشرة بعد تلك التفجيرات سيخرج ريتشارد دوكينز بمقالة قريبا ثلاثة أيام مباشرة بشكل سريع جدا خرج بمقالة نشرها على التليغراف إذا كنت أتذكر أو الڭارديان صحيفة الڭارديان ثم بعدها بمدة يعني في تزامن نشر مقالة آخر time to stand up يعني وقت الوقوف في هدين المقالين سيشن ريتشارد دوكينز حملة عشواء أو شعواء على الأديان سيقول ناس لأننا حان الوقت لكي نقف كما هو واضح من عنوان المقالة time to stand up حان الوقت لنتخلص من الأديان فأنتم ترون هذا الإرهاب وهذا الضمار وهذه التفجيرات فسبب كل الشرور في العالم هي الأديان يعني من هنا ستبدأ المؤلفات والمقالات واللقاءات والمؤتمرات حول الإلحال الجديد تنتشر بسرعة كبيرة جدا يعني انتشار النار في الهاشيم كما يقولون يعني سنة 2004 سوف يؤلف سام هاريس كتابه the end of fate the end of fate يعني نهاية الإيمان 2006 god delusion يعني كتاب شهير لريتشارد دوكينز وهم الإله الإله ليس عظيما يعني عندنا breaking the spell كسر تعويدة دانيل دينيت كريستوفر هيتشينز فيكتور ستينجر يعني هؤلاء يعني ستظهر مؤلفات كتيرة حتى هذا مؤلف للفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي وإن كنت أنا صراحة رغم أنهم يصنفون ميشيل أونفراي هذا الفيلسوف الفرنسي وهو ملحد مع الملاحظ الجدد لكن أنا أعتقد أنه مختلف عنه يعني أولا في كتاباته كتاباته عميقة نوعا ما مقارنة يعني مع دوكينز ومع البقية ثانيا يعني هو لا يتسم بسمات الإلحاد الجديد نحن سنتحدث عن سمات الإلحاد الجديد عن خصائصه التي من بينها مثل الهجوم والسخرية وكذا لا ميشيل أونفراي أنا أعتقد أن له طريقة خاصة في الكتابة وحتى في كتابي هذا تخيط داتيولوجي أو نفي اللاهوت يعني إذا كانت هذه الترجمة الصحيحة بالعربية فهو تحدث عن فكرة لقد مات الإله لقد مات الإله هذه فكرة يعني أنتجها نيتش نيتش في عصر الحداتة مع فلسفة الحداتة نيتش هو صاحب هذه الفكرة وإن كان هذه الفكرة ليست مفهومة بشكل جيد يعني لقد مات الإله ما هو الإله الذي يتحدث عنه هنا نيتش ليس هل هو إله الإسلام هل هو إله المسيحي أم هو إله آخر السياقات التي يتحدث فيها نيتش يتحدث حول الألوهية يعني في المفهوم أو في العقيدة أو في التراث الكنسي المسيحي ثم لا يتحدث هو عن موت الإله وإنما يتحدث عن موت فكرة هي فكرة اللاهوتية هي فكرة الكهنوتية وكأنه يريد أن يقول انتهى هذا العصر والآن هو عصر ولادة الإنسان يعني فنيتش كأنه أعلن وفاة الإله بذلك المفهوم الكنسي الذي يعطي تلك القدسية للكهنة والرهبان ولكذا وفي الحقيقة إذا جاءت التعبير نستطيع أن نقول إن نيتش يعلن موت منهجين تفكيري أو منهجين في التفكير هو المنهج الكنسي المنطقي حتى يعني المنهج الكنسي المختلط بالمنطق الأرستي وإعلان منهجين جديد وإعلان حياة الإنسان من هنا جاءت فكرة الإنسانية فعندما أعلن نيتش موت الإله عندما سوف يأتي ميشيل أونفراي الفيلسوف الفرنسي هذا في 2005 سوف يطور هذه الفكرة لكن بشكل آخر هو يقول لنيتش لا الإله لب يموت لماذا؟ لأن الإله خرافة والخرافة لا يمكن أن تموت هذه هي الفكرة التي يحاول أن يدافع عنها ميشيل أونفراي لكن كما أخبرتكم أنا أجد أن كتابات ميشيل أونفراي مختلفة وحتى طرحه هو يعني هو قريب إلى الموضوعية نوعا ما لكن هؤلاء الأربعة كما يسمون The Four Horsemen أو الفرسال الأربعة هيتشينز داوكينز سام هاريس ودانيال دينت هؤلاء الأربعة ثم بعدهم يعني يأتي فيكتور ستينغير يأتي لورانس كراوس يأتي ستيفن هاوكين هؤلاء كلهم يقودون على جلة الإلحاد الجديد من سنة 2001 إلى سنة 2008 كانت حافلة بإنجازات الملاحظة يعني كتابات مقالات لقاءات مدوات صحافية أفلام مسلسلات وتائقية يعني الأمر كبير وخطير جدا من سنة 2001 إلى سنة 2008 إلى 2009 إلى 2010 هذه السنوات كلها وذكرنا أهم الكتب يعني التي أنتجها الملاحظة God delusion وهم الإله God is not great How religion reasons everything هذا لي هيتشينز الإله ليس عظيما كيف يسمم الدين كل شيء يعني هنا الفكرة التي يحاول أن يوصلها لنا هؤلاء هيتشينز وسام هاريس وهؤلاء أن الدين هو سبب الضمار الذي تعيشه البشرية أن الخراب الذي تعيشه البشرية أن الحروب أن المجاعة أن الأوبية أن كل شيء الدين هو سببه فلاحظوا هذا العنوان How religion reasons everything كيف يسمم الدين كل شيء وعقد فصلا خاصا يعني بعنوان الدين يقتل يعني هكذا وسام هاريس أندوفيت يعني في كتابه نهاية الإيمان الذي صدر 2004 عقد فصلا كاملا عن الإنسان وقال بأننا في حرب هكذا نحن في حرب مع الدين وليس مع وليس مع الإسلام وحده انتقد هو الإسلام بشدة وإنما مع جميع الأديان فإذا أردنا أن نعيش بسلام يجب أن ننهي الدين من الوجود وأن ننهيه من الحياة يعني تلاحظون هنا الفكرة التي يحاول الملاحدة الجدد أن يوصلوها إلى العام وإلى الجمهور هي أن الدين هو سبب الضمار ويجب أن نتخلص من الدين حتى نعيش في عالم وردي في عالم رومانسي في عالم جميل هذه هي الفكرة لكن أنا عندي هنا بعض الملاحدات كما أخبرتكم المتخصصون والباحثون يقولون بأن سنة الظهور إلحاد جديد يألفين واحد يعني مع مع أحداث 11 ستنبل وفعلا يعني من هنا انطلقت العربة لكن في واقع الأمر عند التطقيق وعند البحث الأمر ليس كذلك أنا أختلف يعني وجهة نظر الذي وجهة نظر أخرى أن الإلحاد الجديد أقدم من 2001 يعني الفكرة كانت قديمة يعني منذ التسعينيات ومنذ التمانينيات ومنذ السبعينيات وحتى قبلها أحداث 11 ستنبل في نظري المتواضع هي فقط القطرة التي أفادت الكأس بمعنى يعني إذا لم قد يسأل أحدكم فيقول مثلا إذا لم تقع أحداث 11 ستنبل هل كان الإلحاد الجديد سيظهر فأقول لو كان سيظهر لا محالة يعني هو أشبه ما يكون بالحتمية الاجتماعية أسبابه متعددة يعني أسبابه كثيرة يعني أنا أعتقد أن موضوع الإلحاد الجديد يحتاج إلى إعادة البحث وإلى إعادة الكتابة اليوم من جديد لماذا؟ لأن الأغلب الذين كتبوا في التأريخ للإلحاد الجديد تناولوه يعني بشكل مستعجل سواء في العالم الغربي وحتى في العالم العربي يعني حتى الأساتد إذا جزاهم الله خيرا الذين أرخوا للإلحاد الجديد في العالم العربي ذهبوا إلى نفس الشيء إلى أن الإلحاد الجديد دار سنة 2001 وأن أسبابه هي 11 سنبيل لكنهم أنا كما قلت الأمر يحتاج إلى إعادة كتاب نعتقد أن أسباب الإلحاد الجديد ليس هي أحداث 11 سنبيل تلك فقط هي شماعة يعني الملاحدة كانوا يتبنون طرحا دوكينز كان يكتب كان يكتب قبل 2001 The Blind The Blind which make صانع الساعات الأعمى وكانت عنده الجين الأنانية وستيفن هاوكين كتب كتابه يعني A Brief History of Time يعني سنة 1988 هؤلاء كلهم كانوا يكتبون وكانوا ينتقدون الدين يعني رموز الإلحاد الجديد كانوا قبل سنة 2001 وعلامته كانت لكن 2001 أو أحداث 11 سنبيل هي فقط الشماعة والقنطرة التي سيعبرون عليه كأنهم يريدون أن يقول العالم هذا هو الذي نريد أن نخبركم به أن الدين سيدمركم أن هناك حرب عالمية ثالثة ستقوم بسبب دين لكن أنا في نظري أن أسباب الإلحاد الجديد تتجاوز تلك الأحداث التي وقعت في 11 سنبيل هي فقط كما قلت هي شماعة وميشجر الأخوة بالنسبة للأسئلة سأجيب عنها إن شاء الله في آخر اللقاء حتى لا تنقطع سلسلة الأفكار هذا هو الأمر إذن ما هي الفكرة الفكرة أن الدين يشكل تهديدا للبشرية يشكل خطر ونحن الملاحدة الجدود أنا دوكينز وسام هاريس وهذا من نحن نحن المنقضون نحن المخلصون يعني نحن السوبرمانات التي جاءت لتخلصكم من شرور الدين ومن شرور العقائد الدينية وهذه الأمور كأنهم جاءوا لتخلص البشرية من هذا السم كما يسميه هي تشينز ومن هذا الضمار الذي سيلحقهم بسبب الدين طيب هذه هي أبرز الأمور ما هو الجديد في الإلحاد الجديد أنا سأحاول أن أختصر الموضوع يعني لأننا أصلا تأخرنا كان المفترض أن نبدأ على الساعة التاسعة فتأخرنا قليلا لذلك أحاول أن أختصر هناك أمور عديدة يمكن أن نطرحها لكن سنتجاوزها إن شاء الله فقط سندكر رؤوس الأقلام والأمور مهمة ما هو الجديد في الإلحاد الجديد عند الحديث عن الجديد في الإلحاد الجديد طبعا هناك خلاف هناك خلاف هل الإلحاد الجديد جديد أم ليس جديدا يعني هناك باحثون مثلا ريتشارد أوتسلينغ هذا يقول لك لا يوجد أصلا جديد في الإلحاد الجديد ليس بمعنى أنه ليس جديدا ولكنه يريد أن يقول لنا أن الإلحاد الجديد أصلا هو مجرد تكرار يعني أنهم يجترون شبهات سابقين وهذا فعلا صحيح يعني وجهة نظر ريتشارد أوتسلينغ إذا نظرنا للأمر من هذه الزاوية سنجد فعلا أن الإلحاد الجديد يعني هو مجرد اجترار لأفكار السابقين يعني لا يوجد شيء جديد من الناحية المعرفية العميقة كذلك طونفلاين يقول نفس الشيء يقول أن الإلحاد لا يستحق حتى أن نسميه حركة أو ظاهرة هو مجرد ظاهرة صوتية إذا جزت تعبير لكن أنا في نظري أن هناك إلحاد جديد يعني له سماته له خصائصه التي تميز عن الإلحاد القديم من بين ذلك مثلا موضوع النخبوية والشعبوية الإلحاد القديم هو إلحاد نخبوي والإلحاد الجديد هو إلحاد شعبوي ما معنى ذلك؟ إذا رجعتم الآن إلى التسعينات وحتى إلى بداية القرن الجديد هذا القرن الواحد والعشرين ستجدون أن الإلحاد كان حكرا على بعض الطبقات النخبوية في المجتمع يعني بعض أساتذة الفلسفة بعض المفكرين كان له هذا الطابع النخبوي يعني لا نسمع مثلا شخص عادي في التانوية يقول لك أنا ملحب نادرا نادرا أما اليوم فالإلحاد أصبح يتخذ قاعدة شعبية بحيث إن أغلب الشباب اليوم التانوية مليئة بالملاحدة الجامعة أيضا مليئة بالملاحدة إذن من خصائص الإلحاد الجديد أن له طابعا شعبويا يعني فهو منتشر بكثرة وحتى طابعا موضويا يعني أصبح الإلحاد الجديد كأنه نوع من الموضة إذا لاحظتم في الإلحاد القديم كان الشخص يخجل والملاحدة كانوا يتسترون يعني يكون صديقك ملحد وتعاشره يعني خمس سنوات ولا تعرف أنه ملحد ربما يذهب معك إلى المسجد حتى لكن اليوم أصبح موضة يعني الشباب اليوم في الجامعات أنا أراهم يفتخرون قل لك أنا ملحد كأنه نوع من الموضة ومن إعلان الدات ومن إعلان النفس يعني كأنه نوع من الاختلاف كأنه ستايل جديد يريد أن يتبنه الشباب إذن عندنا طابع الشعبوي أنه إلحاد شعبوي وثانيا أنه إلحاد موضوي هذا أمر آخر الأمر الثالث كذلك من بين الفروقات أن الإلحاد القديم هو إلحاد طائفي أو فئوي بينما الإلحاد الجديد هو إلحاد تبشيري ما معنى تبشيري؟ إذا لاحظتم الإلحاد القديم يعني كان الشخص الملحد يلحظ ويعني يكتفي بذلك لنفسه يعني لا يدعو الناس الآخرين لتبني الإلحاد بينما اليوم الإلحاد الجديد هو تبشيري يعني يبشرون لهذا الإلحاد الجديد كما يبشر الدعاة للأدية مثلا ريتشارد دوكينز اليوم العمل الذي يقوم به هو عمل كبير جدا حتى يعتنق الناس الإلحاد الجديد يعني هم يبشرون كما يبشر الفقهاء عندنا أو الدعاة عندنا المسلمون كما يبشرون الناس للدخول في إسلام وكما تبشر الجمعيات المسيحية اليوم يعني الناس وتدعوهم ليعتنقوا المسيحية كذلك ملاحظ الجدود اليوم يقومون بالعمل التبشيري حتى يعتنق الناس الإلحاد الجديد هذه من خصائص الإلحاد الجديد ولم تكن هذه الخاصية في الإلحاد القديم من بين الخصائص الفارقة كذلك بين الإلحادين القديم والجديد هو الوسيلة أو الأدات المعرفية إلحاد القديم كان منبنيا على الفلسفة يعني كان يبني صرحه الفكري على الفلسفة مثلا إلحاد ديفيد هيوم إلحاد نيتش إلحاد مثلا أوجست كونت هؤلاء ملاحظة يعني كانوا يبنون فكرهم الإلحادية على الفلسفة على الفكر الفلسفي أما الإلحاد اليوم فهو إلحاد علموي وليس إلحادا فلسفيا يبنون إلحادهم على العلم التجريبي جل أفكار الملاحظة يعني بل أستطيع أن أقول أن كل أفكار الملاحظة الجدد تنبني على العلم التجريبي أو على مخرجات العلم التجريبي بل حتى تعاملهم مع الإله أو طريقتهم في محاكمة الدين تنبني على مذهب العلموية سوف أشرح مذهب العلموية باختصار مذهب العلموية يعني أن العلم التجريبي هو السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة معنى ذلك أن كل شيء موجود إذا لم أستطع أن أرصده وأن أكتشفه وأن أخضعه للمنهج العلمي الذي يقوم على التجربة والملاحظة والتكرار والاختبار فهو شيء غير موجود هل إله موجود؟ هل نستطيع أن نخضعه للمنهج التجريبي؟ هل نستطيع أن نرصده سواء في المختبر أو في الطبيعة؟ لا نستطيع إذن فالإله خراف لماذا؟ أنا نستطيع أن نرصده بسطة العلم التجريبي إذن هذه من سمات الإلحاد الجديدة أنه إلحاد علموي وليس إلحادا فلسفيا بل على العكس الملاحظة الجدد هم عندهم إشكال كبير في الناحية الفلسفية وعندهم ضعف كبير في الناحية الفلسفية أعتقد تقريبا أن هذه أبرز سمات الإلحاد الجديد وهناك سمات أخرى مثلا سمات الهجومية أو التطرف إلحاد جديد هو إلحاد متطرف هجوبي نقدي سمات السخرية مثلا الإلحاد جديد هو إلحاد ساركازمي إلحاد ساخر يعني مسألة سخرية من الأديان والسخرية من الإله والسخرية من طقوس المسلمين والمسيحيين واليهود إلى آخره إذن فهذه هي أبرز أبرز تقريبا هي أبرز مميزات الإلحاد الجديد الذي يميزه عن الإلحاد القديم كما أنه من ناحية الجغرافية هو إلحاد أنجلو ساكسوني أو داجل تعبير أنجلو أمريكي يعني جل الملاحدة الجدد منبعهم أمريكا وبريطانيا فرنسا لا أعتقد أنه يوجد ملاحدة جدد نادرا كما قلت لكم مثلا مثلا ميشيل أونفراي يصنف معهم لكن أنا لا أعتقد أنه يجوز إدخاله في نفس خانة الملاحدة الجدد إذن فمرتكزهم أولا في العالم الأمريكي وفي العالم البريطاني الأنجلو ساكسوني عموما وأنا أعتقد أن هذا الأمر يعني من الناحية هو أيضا يستحق الدراسة هناك أمور كثيرة تستحق إعادة الدراسة لأن حتى المؤلفات التي صدرت مثلا في العالم العربي في التصدي لهذه الظاهرة هي كتب دعوية ما معنى دعوية؟ معنى أنها وليست بحتية هناك فرق بين الكتب والمؤلفات الدعوية وبين الكتب البحتية المؤلفات الدعوية هدفها أن تدافع عن فكرتها يعني تنطلق من رؤية مسبقة أن ديننا الإسلامي هو الحق وأن هذا الإلحاد فكرة خاطئة وتقوم بالرد على شبهتي وعلى كذا وهذا ليس تنقيصا يعني من الجانب الدعوي حتى العلم ليس إلى أن هذا كتاب كنت قد كتبته في نقدي العلموية هو أيضا يدرج دي من الكتب الدعوية لكن الآن أنا أعتقد أن الحاجة تدعو إلى إعادة الكتابة في ملف الإلحاد من جانب بحتي يعني تنحص أسباب تاريخية والأسباب المعرفية والأسباب السياسية أيضا هناك أسباب سياسية لن يتطرق لها أحدا فيما أعلم أدت إلى ظهور الإلحاد الجديد مثلا يمكن أن أعطيكم إشارة العالم الأمريكي اليوم أمريكا التي هي محضن العلم ومحضن الأفكار الديمقراطية وحقوق الإنسان وإلى آخره أمريكا هي مجتمع متدين اليوم أزيد من 70% تقريبا من المجتمع الأمريكي هو مجتمع متدين والشعب الأمريكي هو شعب متدين بطبعه يعني رغم انتشار هذه الأفكار وحتى شعارهم إنقاذ ويتراس يعني في الإله نطيق هذا هو شعار أمريكا وهنا إشكالية عندما يكون الشعب متدينا وعندنا فئة كبيرة جدا في المجتمع العلمي يعني من العلماء هم لا دينيون وهنا كأنه يقع نوع من الاستضام من الاستضام بين المجتمع المدني الذي هو مجتمع متدين بطبعه وعندهم إشكالية في الدين بالمناسبة لأن الدين الغالب في أمريكا هو الدين المسيحي فأنت كشخص متدين ودينك كما نزعم نحن هو دين خاطئ يعني في مفاهيم خاطئة كما يعتقدهم أن الإسلام خاطئ لكن نحن نعتقد أن الدين المسيحية بشكلها الحالي يعني في صورتها الحالية فيها مفاهيم خاطئة عن الحياة فيها مفاهيم معارضة للمتجربة إلى آخر لكن عموم الشعب هو شعب متدين يؤمن بوجود إله طيب فإذا كان هذا الشعب متدينا ويؤمن بوجود إله ثم عندنا فئة كبيرة جدا من المجتمع العلمي لا يعني غرضها ليس الدين هي التي تؤمن بالدين أو بطريقة أخرى طبعا يوجد علماء مؤمنون كثر لكن لكن طبيعة المجتمع العلمي اليوم يغلب عليه طابع العلموية يعني السياسة التي تؤثر على المجتمع العلمي هي السياسة العلموية وليس العلمانية ليس العلمانية حتى العلمانية تؤثر على المجتمع العلمي لكن أنا هنا أتحدث عني العلموية هناك فرق بين العلموية ساينتيزم وبين العلمانية إذن فعندما يقع ذلك الصدام الصدام بين المجتمع المدني المؤمن وبين بعض الفئات من المجتمع العلمي ما الذي سيحدث؟ هنا سوف يقع صدام ليس من صالح المجتمع العلمي مثلا أن المجتمع المدني هو الذي يمول المجتمع العلمي وعندما يقع ذلك الصدام المجتمع المدني سوف يتوقف عن تمويل المجتمع العلمي إما بطريقة مباشرة يعني عن طريق تبرعات وإما بطريق الضرائب فالشعب يدفع الضرائب ثم الحكومة يمول مراكز البحث والمراكز العلمية إلى آخره فليس في صالح المجتمع العلمي حتى أختصر لكم أن يقع ذلك الصدام بينه وبين المجتمع المدني الذي يؤمن بالدين ما الذي سوف يفعله المجتمع العلمي؟ لا يمكن للمجتمع العلمي أن يتحارب أو أن يغير الفكرة اللاهوتية التي توجد في المجتمع المدني ما الذي سيفعله؟ سيخلق فئة أخرى يعني هامشية أو تانوية تتواجه مع المجتمع المدني هي التي تغير أفكاره هي التي تزعزع قانعاته العقدية إلى آخره هم هؤلاء الملاحظ الجديد إذن فالموضوع في نظر الشخصي معقد جدا وليس بهذه البساطة التي تظهر لكم الموضوع معقد ومركب ويحتاج إلى إعادة دراسة أنا الآن أصف لكم فقط ولا أنتقد في هذه الحلقة أو في هذا اللقاء لا أريد أن أنتقد الإلحاد الجديد أنا فقط أحاول أن أصف لكم وأنا أعطيكم تصورا عاما وشامنا حول الإلحاد الجديد قلت لهذا فإن أغلب الملاحظ الجدد يتمركزون في العالم الأنجلوساكسوني خصوصا في أمريكا ثم في بريطانيا على وجه التحديد هذا هو الأمر بالنسبة للأفكار التي ينبني عليها الإلحاد الجديد أو الأمور التي يبشر بها أو الأمور التي يدعو لها ما هي الأمور التي يدعو لها أو ما الذي يقوم عليه الإلحاد الجديد أنا أعتقد أن الإلحاد الجديد يقوم على يعني يمكن أن نقسم عمله أو فكره إلى قسمين يعني جانب معرفي وجانب نفسي جانب معرفي وجانب نفسي الجانب المعرفي فيه أيضا شقان فيه جانب عقلي وجانب علمي أو علموي جانب عقلي وجانب علموي يعني الإلحاد الجديد أفكاره تدور حول هذه الحلقة التلاتية الجانب النفسي والجانب المعرفي والجانب المعرفي فيه شقان فيه شق عقلي وفيه شق علمي عقلي أو فلسفي كما تشاء نبدأ بالجانب الفلسفي بالنسبة للفلسفة الملاحدة الجدود ضعاف جدا وأطفال صغار في الجانب الفلسفي يعني هم ضعاف جدا بضاعتهم مزجات وليست لهم يعني أي معرفة في الجانب الفلسفي أو هم ضعاف وإن كان بعضهم يعني يمارس الفلسفة مثل دانيل دينيت هذا يعني قليلا في شوية ضوكة ما كنقوله لكن ريتشارد دوكنز يعني ضعيف جدا وكتبه ضعيفة جدا من الناحية العقلية ومن الناحية المعرفية كذلك ستيفن هاوكين كذلك كذلك لورانس كراوس ولهذا نجد أنهم يهاجمون الفلسفة مثلا ستيفن هاوكين إذا رجعتم إلى كتابه The Grand Design أو التصميم العظيم ستجدون يقول لكم أن الفلسفة لم تحافظ على تطوراتها أو لم تحافظ على نفسها أو شيئا من هذا القبيل أمام تطورات العلم الحديد والفلسفة قد ماتت ستيفن هاوكين أعلن موت الفلسفة كذلك ريتشارد دوكنز نفس الشيء وكذلك لورانس كراوس لورانس كراوس يقول لك الفلسفة مجرد نفاية فلماذا هم يهاجمون الفلسفة؟ لأنهم ببساطة لا يتقنون الفلسفة ولأنهم يمارسون الفلسفة بضرر كبير ولهذا في الفيزيائي الفلكي الفيزيائي الفلكي مارتر ريس وهذا من أكبر العلماء البريطاني يعني فيزيائي فلكي حتى أنهم يقولون له الفلكي الملكي وهو رئيس يعني شغل رئيس الجمعية البريطانية العلماء البريطاني منذ سنة 2005 إلى سنة 2010 تقريبا يعني هو فلكي بارز فهو يتحدث في مقال عن ستيفن هاوكين يقول لك أنا أعرف ستيفن هاوكين جيدا وأعرف أنه قرأ قليلا في اللاهوت اللاهوت هو الدين يعني علوم الدين أعرف أنه قرأ قليلا في اللاهوت وفي الفلسفة أقل ولا يجب أن نعطيها أي تقل لما يقوله يعني يقول لك لا تنتبه لما يقول ستيفن هاوكين في الفلسفة فهو أصلا بضاعته قليلة بضاعته مزجات في الجانب الفلسفي وحتى في الجانب الديني يعني كل كلام ستيفن هاوكين في الجانب الديني لا تأباله هذا مارتاري كذلك مايك الروس هذا ملحد ولذلك أيها الإخوة أن أول من انتقد الملاحدة أنا لا أريد أن أعرض لكم انتقادات المؤمنين للملاحدة أو للإحال الجديد وإنما أول من شن حملة على الملاحدة هم الملاحدة أنفسهم مايك الروس هذا ملحد بريطاني شهير وملحد وفيلسوف علوم وبيولوجيا ومتخصص حتى في العلاقة بين العلم والدين وباحث متميز هذا مايك الروس هو أول من انتقد الملاحدة الجديد سنة 2008 وسنة 2010 ونشر مقالة عديدة وقال هناك مقال لا أتذكر عنوانه جيدا هذا هو عنوانه لماذا أعتقد أن الملاحدة الجديد الكاريتة الدموية وفي هذا المقال يعني تناولهم بالنقد وقال بأنهم يمارسون الجانب العلمي بضرر كبير جدا وأنني أشمئز منهم لست أهنى وإمام مايك الروس وبأنهم لم يقدموا أي جديد لا في اللاهوت ولا في الفلسفة لا في الجانب اللاهوتي ولا في الجانب الفلسفي هيتشينز وسام هاريس وريتشارد دوكينز انتقدهم هكذا بأسمائهم وفي مقال آخر قال يعني وهم الإله يجعلني أشعر بالخجل كوني ملحدك هذا كتابك يا ريتشارد دوكينز الذي اشتهر في العالم وهم الإله وهم الإله قالوا يقول له مايك الروس أنا ملحد لكن كتابك هذا يجعلني أشعر بالخجل أن أكون ملحدا لماذا؟ لأن كتابك ضعيف جدا من الناحية الفلسفية ومن الناحية المعرفية ولم تأتي فيه بجديد يعني حتى إذا تفحصتم كتابهم الإله الشبهات التي يطرحها ريتشارد دوكينز ضعيفة جدا بل وقديمة بل ومهترئة أو متهالكة مثلا من الشبهات التي انتقدها عليه ريتشارد هذا مايك الروس نفسه وهي شبهة من خلق الله إذا كان الله خلقنا فمن خلق الله يعني أنتم تقولون أيها المسلمون وأيها المسيحون أيها اليهود أما الله خلقنا طيب أنا سأفحمكم في وهم الإله لقد أتيتكم بشبهات سوف أنسف فيها الأديات ما هي هذه الشبهة جسيدي؟ يالي جسيدي إذا كان الله خلقنا فمن خلق الله يعني معضلة معضلة حقيقية لكن مايك الروس يقول لو أنت شبهاتك هذه يعني هي شبهات أطفال صغار في الجامعة هكذا هكذا أنا أرسل لكم المقال من أراد المقال أرسله لكم يقول لو شبهاتك هذه هي شبهات أطفال صغار في الجامعة يعني لو أنك بحثت قليلا لو وجدت أن المؤمنين قد أجابوا عن هذه شبهات منذ زمن طويل جدا يعني بالله عليكم هل هل هذه تعتبر شبهة إلى اليوم إذا كان الله خلقنا فمن خلق الله يعني في القرون الوسطى أجاب عنها علماء الإسلام أبو حامد الغزالي القرن السادس 505 الفخر الرازي 606 بن تيمية 728 تلميذ بن القيم 751 قبلهما الإمام الجويني 478 أبو بكر بن الطيب الباقي اللاني 403 يعني كل هؤلاء تناولوا هذه الشبهة وقالوا بأنه يمتنع تسلسل في الفاعلين يعني لا يمكن أن نقول من خلقنا فنقول خلقنا الله ومن خلق الله خلقه خالق آخر ومن خلق الخالق الآخر خلقه خالق آخر هكذا لا إلى نهاية يعني مثل قطع الضومن المتسلسلة إلى ما لا نهاية فهذا سيؤدي إلى عدم حدوث خلق في الضروة أنا لا أريد هنا أن أرد على الشبهات أو أنتقد أن أعطيكم فقط تصور يعني شبهة قديمة جدا نرد عليها حتى المسيحيون يعني طومة الأكويني ومن جاء بعده يعني حتى علماء اللاهوت المسيحي تناولوا أيضا ردوا على هذه الشبهة ويليام لينغوريك هذا من المعاصرين أو من المحدثين أيضا عنده كتاب كامل سمود كلام كوسمولوجيكال أرغيومنت حجة دليل كلامي واعتمد فيه يعني هذا مؤلف غربي أو عالم باحث في الفلسفة وفي الفكر اللاهوتي الغربي واعتمد في كتابه على الغزالي يعني على حجة الدليل الكوني أو دليل إمكان عند العلماء المسلمين أو دليل الحدو يعني هؤلاء كلهم أجابوا عن هذه الشبهة قبل الضغور الإلحاد جديد شبهة قديمة جدا وفانية وتأتي أنت في 2006 وتحدي الضجة كبيرة جدا أنني جئت لأفحمكم وكذا وكذا ثم ما هي الشبهة الذي اجتميها إذا كان الله خلقنا من خلق الله بالله عليك يا ريتشارد دوكين أو بالطبيعة عليك لأنك أصلا لا تؤمن بإله هل هذه الشبهة يعني هل هذا هو المستوى المعرفي فهذا يضيّل لكم أن المستوى المعرفي ضعيف جدا يعني هناك هالة حول الإلحاد الجديد هناك هالة هناك شهرة وليس أشرح لكم ما هو سبب هذه الشهرة لماذا يعني هذا الانفجار كبير للإلحاد الجديد رغم أنهم معرفين يعني لا شيء هم ضعاف هم ملاحدة ينتقدونهم وليس فقط مايك الروس ديفيد سلون ويلسون هذا ملحد أمريكي أحياء تطوري ملحد أمريكي وأحياء تطوري بيولوجي وانتقدهم في مقالين سنة 2008 وسنة 2010 من انتقادات ديفيد سلون ويلسون أيضا أن ريتشارد دوكينز وأصحابه ضعاف جدا في الجانب الفلسفي وفي الجانب العلمي العلمي حتى الجانب العلمي يعني نقول ربما نقول ريتشارد دوكينز ليس في جسوفا لكن تعالوا للجانب العلمي البيولوجيا أليست البيولوجيا هي الجانب الذي هو عالم حيوان بريطانيا ريتشارد دوكينز إذن فسيكون متميزا في الجانب العلمي أليس كذلك لا ديفيد سلون ويلسون يقول لك حتى في الجانب العلمي هذا يهدي يعني لا يقول شيئا وفقط يعني يخربق هذا التعبير وهذا ديفيد سلون ويلسون ليس مسلما يعني هو ملحد وينتقده في مقالين وسماه دينا يعني ربما يقول البعض مثلا ربما يقول البعض بأن الإلحاد جديد ليس دينا مثلا عندما تنتقدهم تقول لهم أن الإلحاد فيه تطرف من بين الأمور التي انتقدها الملاحدة الجدد على الدين أنهم جاءوا ليقولوا لنا بأننا جئنا لكي نخلصكم من الدين بأن الدين هو سبب الشرور وسبب الآفات لكن لما تجلس معهم على الطاولة تعالوا نقوم بإحصائيات تعالوا نقوم بإحصائيات فهل ما الذي تسبب بأكتر المجازر في التاريخ إحصائيا أكتر الحروب هل هو الدين أم من الإلحاد إحصائيا هو الإلحاد إحصائيا هو الإلحاد يعني لو جمعنا كل المجازر الدينية الغزوات الفتوحات كل مال كل تلك الشبهات يعني بني القريدة الغزوات الفتوحات كل شيء كل ذلك هو جزء بسيط جدا أمام الحروب وأمام الضمار الذي سببه الإلحاد والذي سببته كذلك حتى الشعارات مثل لا دينية ومثل الديمقراطية ومثل العلمانية إحصائيا 93% من الحروب التي جرت في تاريخ البشرية هي حروب غير دينية هذا إحصائيا ومن أراد الإحصائية أمده ثم حتى أبرز الملاحدة يعني الذين تسببوا بالحروب ستالين هذا موتيطونك بولبوت هؤلاء كلهم ملاحدة إذن فما الذي تسبب ما هو الخطر على البشرية الذي سيسبب ضمارا للبشرية هل هو الدين أم هو الإلحاد هو الإلحاد فهنا يعني يقفزون إلى جواب بعيد جدا يقول لك يا سيد الإلحاد أصلا ليس دينا ذلك الملحد لا يمثل الإلحاد يعني هو ملحد ولكن لا يمثل الإلحاد لكن هل الإلحاد دين هناك مؤلف اسمه فرانك توريك فرانك توريك هذا مؤلف يقول لك الإلحاد دين ولكنه لا يكفي من الإيمان حتى يكون دينا وله كتاب اسمه أيضا having not faith to be an atheist يعني لا أملك ما يكفي من الإيمان حتى أكون ملحدا يعني يقول لك هو دين لكن أنا لست أملك الإيمان الكافية حتى أصبح ملحدا لماذا؟ لأنه يتطلب منك أن تؤمن بمعجزات كبيرة جدا حتى تصبح ملحدا يعني مسألة الصدفة ومسألة ظهور الكون من لا شيء ومسائل عديدة جدا يعني ربما عندما يتحدث الناس عن خرافة الأديان تقول طيب تعالوا ننظر في الإلحاد الحاد ليست فيه خرافات وإنما فيه تدمير للعقل البنية المنطقية للعقل لا يمكن أن تتحمل أفكار الإلحاد يعني الشخص الطبيعي لا يمكن أن يعتنق لأفكار التي يأتي بها الإلحاد هي أفكار مدمرة أو أفكار خطيرة أو أفكار متنظمة على أن نرجع للموضوع ديفيد سلون ويلسون هذا يقول لك أن الإلحاد نشر مقالا بعنوان الإلحاد كدين خفي بعد خمس سنوات ما الذي قدم لنا الإلحاد كدين خفي دين خفي ديفيد سلون ويلسون هذا هذا يسمي الإلحاد دينا خفيا وهو ملحد بالمناسبة يقول لك إنه مجرد نسخة أخرى عن الدين يعني ما هو الإلحاد هو مجرد نسخة سيئة عن الدين وقاري وولف هذا في مقال الذي نشره سنة 2006 على مجلة ويرد قال من المفارقة العجيبة في الإلحاد الجديد هو التطرف في مهاجمة التطرف والنبوة في مهاجمة النبوة يعني قال لهؤلاء الملاحدة أنتم جئتم بتطرف تريدون أن تحاربوا التطرف بتطرف أكبر منهم وتهاجمون النبوة وأنتم تمارسون النبوة لأن هؤلاء الملاحدة الجدد لا شيء أفرقهم عن القساوسة وعن الرهبان وعن الكهنة كهنة المسيحية أقصد الكنيسة من الذي أفرق ريتشارد دوكينز وسام هاريز وستيفن هاوكين التبشير هؤلاء يبشرون هؤلاء يبشرون الدعوة هؤلاء يدعون وهؤلاء يدعون فقط هؤلاء يدعون إلى عالم هو في ظاهره واردير رومانسي لكنه في واقعها عالم مليء بالأشواك عالم مليء باللا معنى عالم مليء بالتناقضات عالم مليء بالخواء الروحي عالم مليء بالخواء المعرفي أيضا أنا الآن مزجت لكم بعض الأمور وإن كنت أريد أن أتحدث بشكل نعم نرجع إلى الأصل كنا نتحدث عن الجانب الفلسفي يعني هؤلاء ستيفن هاوكين ولورانس كراوس يعني المشكلة المعرفة عندهم في كتبه من الناحية العقلية أن كتب ضعيفة جدا من الناحية الفلسفية ومن الناحية المعرفية أولا بشهادة علماء ملاحدة وعلماء غير ملاحدة وحتى يعني لمن أراد أن يقرأ هذه الكتب سوف يجد أنها ضعيفة جدا من الناحية المعرفية لكن كنت أشرت إلى نقطة مهمة ولم أكمل الموضوع وهي ما السبب الذي جعلهم يشتهرون ما السبب؟ مثلا سوف أعطيكم اسما بيرتراندراسل بيرتراندراسل هذا علم فيلسوف بريطاني وكان ملحدا لم يكن مؤمن وكان علمويا لكن اليوم لماذا لم يشتهر بيرتراندراسل ربما لا يعرفه الجميع متخصصهم فقط هل يعرفه مثلا جميع الناس مثلما يعرفوا ريتشارد دوكينز لا ريتشارد دوكينز أكثر شهرة من بيرتراندراسل ومن الناحية المعرفية ريتشارد دوكينز لا يساوي شيئا أمام بيرتراندراسل يعني بيرتراندراسل قوي من الناحية الفلسفية على الأقل نسبيا ريتشارد دوكينز لا شيء وإن كان مجالهما مختلف مجالهما المعرفي مختلف لكن ما السبب الشهرة؟ لماذا الشهر ملاحظة الجزء كل هذه الشهرة؟ هناك أسباب عديدة كما أخبرتكم أولا الدعم المادي أنهم يتلقون دعما كبيرا يعني لترويج أذكارهم الحادية يعني وطائقيات مسلسلات أفلام لقاءات كبرى تعقد لهم كتبهم تطبع يعني أمور كبيرة جدا هناك دعم هذا أمر أول الأمر الثاني هو العامل الذي أسهم في نظري في انتشار الإلحاد الجديد بشكل كبير جدا هو عامل الصدمة عامل لاعب الإلحاد الجديد على الصدمة على صدمة عقول المتلقين لماذا؟ الشعب في عمومه أو المجتمع الأمريكي في عمومه مثلا نأخذ أمريكا كمثال يعني لا نأخذ حتى العالم العربي هو مجتمع متدين لكن الإيمان الذي في عقلية المجتمع الأمريكي هو إيمان سطحي لا معنى سطحي أنتم تعرفون أنه كانت منتشرة معلومة تقول أن نسبة كذا وكذا من الأمريكيين يعتقدون بأن الشوكولة يعني تستخرج من الأبقار البنية الحليب يستخرج من الأبقار البيضاء والشوكولة يستخرج من الأبقار البنية يعني هذه المعلومة السادجة وكانت مستقرة في وعي في أواسع من الشعب الأمريكي فكذلك الدين في وعي المجتمع الأمريكي هو دين سطحي جدا لا يعرفون اليوم العالم الغربي يعاني أزمة كبيرة جدا في مستوى التدين هناك تدين نعم لكنه تدين سطحي لا يعرفون شيئا لا عن الكتاب المقدس ولا عن أصفار العهد القديم ولا عن أصفار العهد الجديد ولا 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 أي شيء هم فقط يقول لك الإله أو الأب والإبن الروح القدس أو كذا وكذا يعني معلومات سطحية بسيطة جدا وأن الإله مقدس وأن هناك الآخرة يعني مفهوم الآخرة هو مسترك بين الديانات السماوية الثلاثة اليهودية المسيحية إسلام إلى آخر هناك مفاهيم مستركة بيننا وبينهم أن هناك نعيم وهناك جحيم هناك حياة أخرى يعني الموت ليس نهاية كل شيء هذه أمور مستركة بينهم هذه هي معلوماتهم فالإلحاد الجديد استخل هذه التخرى هذه السطحية في التدين وفي المعلومات الدينية عند المجتمعات الغربية وعند المجتمع الأمريكي خصوصا فقام باللعب على عامل صدمة أنه خرج بأذكار صدمة المجتمع صدم المجتمع فمثلا عندما يأتي لك ريتشارد دوكينز بوهم الإله ويقول لك لا يوجد إله والإله مجرد خرافة والإله مجرد فجوات معرفية يعني نصد بها خصاصا عندما لا نعرف أجوبة العلم وعندما يأتي لك هذا هيتشينز ويذكر لك بعض الإحصائيات هناك تسبب دين بهذه المجازر وهناك كانت هذه الانفجارة بسبب دين وكذا فكأنه شكل صدمة كبيرة في المجتمعات تلك الصدمة هي الإخلاص من دوك البعض مثلا حتى في العالم العربي العامل الصدمة هو الذي شهر بعض الملاحدة وإن كانهم لا شيء من النحية المعرفية هم صفر لا يوجد شيء فقط فراغ لكن ما الذي جعلهم يشهرون تلك الصدمة أنه يأتي ويتطرق لك لمواضيع عندنا زواج صغيرة في الإسلام وعندنا غزوة بني القريدة ورسول الإسلام طار على بغلا وعندكم التعدود وعندكم كذا وكذا عندكم رضاء الكبير ها هو رضاء الكبير في البخاري ها ويوجد عندكم رضاء الكبير وبني القريدة والقرآن في أخطاء نحوية وكذا وكذا هذه الأمور المجتمع العربي لم يكن متعودا عليها هي شبهات تافية يعني ومرضود عليها قديما لكن المجتمع يعني تخرج الآن عند شخص من الشارع وتقول له يعني عندكم زواجة صغيرة في الإسلام وتعرضه بتلك الطريقة يعني بطريقة الشبهات وليس بالطريقة الفقهية التأصيلية وتذكر شروطه وتذكر موانعه وتذكر متى ينزل وتذكر علالة الأصولية التي تمنع تنزيله وتذكر وتذكر ذلك التفصيل الذي لا يعرف الملاحظة أصلا أنهم أصلا لا يعرفون ما هو أصول الفقه ولا يعرفون ما هو الفقه وبضاعتهم بائدة يعني لا يعرفون شيئا في علم الشارع لكن أن تخرج عند شخص للشارع وتقول له عندكم زواج صغيرة وعندكم رضاع الكبير وعندكم وعندكم ما الذي سوف يحدث هنا ستصدم عقيدة ذلك الشخص عامل صدمة لأن جمهور الناس يأخذون إيمانهم بطريقة فطرية أو بتحفظ على هذه الكديمة بطريقة وراتية أنا أتحفظ على هذه المصطلح وإن كانت كلمة فطرية أفضل فهنا ذلك الشخص لا تكون عنده قناعة لا توجد عنده قاعدة عفوا قاعدة شرعية علمية متينة يستطيع أن يتعامل بعمها الشبهات ويعرف أنها توجد شبهات وأن الرضاع الكبير ليس ذلك هو سياقه والأمر ليس كذلك إلى آخره فهنا عندما يكون شخص له قاعدة معرفية يستطيع بواسطة أن يميز حتى لو سميت الإلحاء الجديد يعني هو مجرأة تفاهى تسمع شخص يقول لك زواج النكاحة وغزوات بني القرى هذا ما الذي يقوله تفاهى لكن الشخص العادي تشكل عنده عقيدة الصدمة فهنا هذه عقيدة الصدمة هي التي جعلت الإلحاء ينتشر بشكل كبير جدا أن المجتمع أصبح يسمع معلومات يعني في إطار ما كان يعتبره مقدسا وتزامن هذا مع الواقع السياسي في العالم العربي مثلا تورة الربيع العربي في تونس في مصر في ليبيا ونزلت مستمر أيام في بعض البلدان تلك التورة على ما هو مقدس وتزامنت مع التورة على الدين يعني بشكل جزئي على ما هو مقدس هذه الأسباب كلها أسهمت في انتشار الإلحاء الجديد بشكل كبير وبشكل واسع لكن الآن إذا كنتم تلاحظون أو تتابعون مزرعية الإلحاء الجديد الآن خفتت تلك الضجة كما يقولون أسمعوا جعزعة ولا أرى طحنا يعني تلك الضجة الفارغة خفتت لماذا؟ لأن عقيدة الصدمة انتهت يعني هي فقط ساعة مجرد تكرار والجرار يعني الأمس سمعنا تقول زواج الصغيرة واليوم زواج الصغيرة واليوم زواج الصغيرة وجاء أشخاص ردوا على شبهاتك فقال لك لا يوجد زواج الصغيرة هذه هي شروط وهذه هي موانع وهذه هي حق الآن إذن تلك ذلك العامل الذي أسهم في انفجار الإلحاء الجديد لم يعود له وجود اليوم يعني لم يعود يؤدي دورا يعني ها هو ملحد يتكلم هنا ملحد يتكلم هنا من يأبه لك الحيد أو لا تلحد تكلم في الغزوات تكلم في ما تلك هذا هو الأمر الذي أسهم في ظهور وفي برز إلحاء الجديد وعامل صدمة في نظري في العالم الغربي وفي العالم العربي وهنا كان لابد أن أشير إلى أمر مهم جدا وهو مسألة تلاقح بين العالم الغربي وبين العالم العربي إذا كنتم تلاحظون أن الموجة موجة الإلحاء الجديد بمجرد أن ظهرت في العالم الغربي ظهرت بشكل كبير جدا يعني تزامن ظهورها في العالم العربي يعني تقريبا سنة 2004-2006-2008 بدأنا نسمع ندوات ومنتديات للملاحدة إلى آخره يعني هم فقط لا يوجد عندنا إنتاج لا يوجد عندنا إنتاج فكري لملاحدة لا يوجد ملحد عربي يكتب مثلا لديه مقالات محكمة أو لديه كتب فكرية قوية مبنية على أسس فلسفية أو أسس علمية هم فقط يستوردون يستوردون شبهات سام هاريس يستوردون شبهات هيتشيز ويقوم بتكييفها مع الجانب اشترعي حتى في الإسلام ليس حتى مع العقيدة يمو عندهم حتى خالل في مناقشة الإلحاد يبدأ لك من الشريعة يعني يبدأ من الفرع يأتي مباشرة ويقول لك تعال نناقش حد الردة لا ليس حد الردة تعال نناقش أولا مسألة وجود الإله هل يوجد إله أم لا يوجد نبتحة هذه المسألة نمحصها جيدا إذا أقنعتك أمر لما بعدها إذا أقنعتني أنا خلاص أسلم لك أنه لا يوجد إله وأصبح ملحدا مثلك بعد الإله تعال نتحدث عن النبوة بعد النبوة عندها نتحدث عن الجانب الشرعي لماذا؟ لأنك عندما تناقش معه الشريعة لا يمكن أن تناقشه بإلزامات هو لا يسلم لك بها أصلا مثل مثلا إلزام أن الإله هو أدرى بمصالح العباد ويقول لك أصلا لا يوجد إله إذن يجب أن نناقش مسألة الإله أولا إذا اقتنعت بها أو سلم لي بوجود إله سلم لي بوجود إله وسألزمك به في نقاشنا عن الشيء فهناك خلل خلل كبير جدا في العقلية العربية الملحدة على أي تحال أنا قلت هناك تزامن هذه الفكرة التي أريد أن أوصلها هناك تزامن يعني موجة الإلحاد الجديد ظهرت في العالم الغربي وفي العالم العربي في وقت متقارب جدا وأسباب هذا معروفة يعني هناك عولمة يعني لا 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 يوجد الآن عالم وعالم كل شيء معولم سرعة انتقال الأفكار سرعة انتقال العقائد سرعة انتقال كل شيء من العالم الغربي بحكم أولا الفرض بالقوة يعني القوة السياسية الغربية التي تفرض نظريتها الاقتصادية نظرتها السياسية إلى آخره بحكم الغلبة يعني ثم بحكم المغلوبية أيضا ابن خلدون له قولة أن المغلوب على دين غالبه يعني دائما الشخص المغلوب ينظر لذلك الشخص الذي يغلبه يعني بقدسية ويحاول أن يقلده في أفعاله وفي أقواله وفي لباسه وفي حياته بشكله وفي ثقافته وفي لواته وهذا كان عندما كان الإسلام يعني هو في مركز الرياضة كان يعني الشباب الغربي يعني الموضة عندهم هي من يتحدث العربية والموضة عندهم يعني هي من يستطيع أن يتماشى مع اللباس العربي ومع التقافة العربية سواء في الأندلس أو في الحضارة العباسية أو ما إلى ذلك أو في المغرب هنا أيضا لكن يوم قلبة الآية لما أصبحت الغلبة للعالم الغربي أصبحنا نحن كذلك منصاقين للعالم الغربي في ثقافتهم في لباسهم في لغاتهم في كل شيء هذه سنة كونية تحدث عنها ابن خالدون وأول من تحدث عنها عبد الرحمن بن خالدون في قرن التاسع متوفى سنة 880 ومن أوائل مؤسسي علم الاجتماع أو علم العمران له كتاب كبير جدا ديوى المبتدأ والخبر بأخبار العجم والعرب والبربر ومن عاصره من دوي السلطان الأكبر الكتاب هذا لا يعرفه أحد وعنده مقدمة قدم لكتابه بمقدمة تلك المقدمة هي التي أصبحت مشهورة يوم بمقدمة ابن خالدون وهي التي تحدث فيها وذكر فيه هذا الأمر ما اسألت مغلوبية الإنسان أو تبعية المغلوب للغاية على أي حال حتى لنخرج عن الموضوع ما يهمنا هو هذا التزامن بين العالمين في العالم الغربي وبين العالم العربي في ظهور موجة الإلحاد الجديد يعني لم تظهر في العالم الغربي ثم بعد سنوات وصلتنا لا ظهرت ووصلتنا بشكل كبير وإن كان العالم الغربي دائما يتجاوزنا يعني موجة الإلحاد الجديد الآن هناك حديث عن ما بعد الإلحاد في العالم الغربي لكن نحن ملاحظة لا زالوا نكررون نفس شوهات يعني اليوم وغدا وبعد غد قطع يد السارق وغدا قطع يد السارق وشهر المقبل قطع يد السارق و2004 قطع يد السارق و2009 قطع يد السارق يا سيدي قطع يد السارق متجاوز موضوع متجاوز جدا يعني خلاص نحن نسلم لكم ما هو الجديد ما هي آفاقك ما هي الأفكار التي تريد أن تؤسس لها في المجتمع خلاص ما عندك غير قطع يد السارق هذا هو منظومتك الفكرية تقوم على نقد الآخر يد السارق لا العالم الغربي اليوم بدأ يدرك يعني ريتشارد دوكينز هذا أصدر كتابا جديدا تجاوز الإله أو التفوق على الإله يعني لا أعرف كيف أنه ترجمه بالعربية لأنه لم يترجم بعده إلى العربية ريتشارد دوكينز قام باجترار أفكاره في نفس أفكاره قام باجترارها لكنه تجاوز بعض الأفكار مثلا مسألة من خلق الله لم يعد طرحها لأنها انتقدت انتقدت انتقدوا أصحابه الملاحدة وانتقدوا المؤمنون وانتقدوا أناس كتور يقول له يا صاحبي أنت تخربق قال سي ريتشارد أنت تخربق علينا فتجاوزها عندما أتي أوتغرون قعد هذا من آخر كتب يتجاوز أنا قرأته الكتاب لم يذكرها لم ينتطرق لها لماذا؟ يحاول أن يتجاوز فكرة وأن يؤسس لشيء جديد وريتشارد دوكينز يحاول يوم أن يستهدف صغار لأطفال الصغار يعني هو تجاوز هو الآن يؤلف لأطفال الصغار ويحاول أن يعطيهم كنانيش لجي فعلى الأقل في العالم الغربي هناك محاولة للنظر فيما بعد الإلحاد سواء من الملاحدة ومن غير الملاحدة لكن عندنا في العالم العربي مصيبة كبيرة جدا يعني كل من يبحث عن الباز وعن الشهرة وكل من يريد أن يظهر يتبنى هذه الأفكار القديمة فتجدوا في 2004 يد السارق وحد الردة و2012 يد السارق ويد قطع السارق وحد الردة وهكذا اجترار على أي حال أنا خرج من الموضوع الذي هو أن الملاحدة الجدد عندهم ضعف كبير في الجانب الفلسفي في الجانب الآخر هو الجانب العلمي أو الجانب العلمي وهنا تظهر قوة الإلحاد الجديد ليس كقوة معرفية وإنما كجانب يظهر فيه الإلحاد الجديد بشكل قوي أقوى من الجانب الفلسفي الجانب الفلسفي إلحاد جديد لا تتكلم عنه ضعيف لكن الجانب العلمي هذه هي الورقة الرابحة التي يستعملها الإرحاد الجديد لها وأنا أسميه العلموية ولا أسميه العلم لأن العلم هو من كل البشرية جمعها العلم يمارس الملاحظة ومارس المؤمنون ومارس المسيحيون والمسلمون واليهود وإن كانت الغالبة فيه مثلا المسيحيين أو اليهود مثلا ليست الغالبة وإنما مثلا إذا قمنا بإحصاء مثلا أكثر الأشخاص الذين حصلوا على جائزة نوبل سنجد أنهم متدينون وليس الملاحظة ومن المتدين سنجد المسيحيين واليهود هكذا على أي حال العلم هو إرث جماعي البشرية جماعي لكن هناك العلموية هي التي يبني عليها الإلحاد الجديد سقفه المعرفي ما هي العلموية؟ العلموية هي أن تؤمن بأن الإلحاد الجديد هو السبيل الوحيد إلى المعرف أو هو الطريق الوحيد للمعرف يعني لا يمكن أن تعرف أي شيء لا يتبته العلم التجريبي وهنا الموضوع طويل يعني يمكن أن نخصص له حلقة كاملة وحلقتين وكتبت فيه والذي كتبت فيه العلم ليس إلها وشرحت أهم أفكار العلموية وأهم النقودات على العلموية من بينها مثلا أن العلموية هو مذهب يهدم ذاته بذاته يعني يخضع لما يسمى بالنقد الذاتي أو الضحط الذاتي على أي شيء حال حتى الجانب العلمي انتقد الملاحدة وانتقدهم ملاحدة ديفيد سلون ويلسون هذا ملحد بيولوجي يعني انتقد ريتشارد دوكنز وقال له أنت تمارس الجانب العلمي بضرر كبير ومستواك يعني في كتبك لا يسوي شيئا وهي بالمناسبة كتب دعوية الكتب الملاحدة هذه فرضية الإله وغاد اللوجن ولورنس كراوس يعني عنده كتابة يعني كون ملا شيء ستيفن هاوكين تسمير عظيم هذه الكتب هي كتب دعوية يعني لا يمكن أن ترشر لك كامبريج هذه الكتب مطبعة كامبريج كامبريج يونيفرسيتي بريس يعني كامبريج هي جامعة عريقة وعندها مطبعة ونشرت لي ستيفن هاوكين يعني مثلا بعض الأبحاث عن التقوم السوداء لكن لن تنشر له The Grand Design هذه الكتب ينشرونها في مطبعات شعبية لماذا؟ لأنها ليست كتبا علمية لا تخضع أصلا للمنهج العلمي فهي كتب دعوية وينتقضون بها الدعوة هي كتب دعوية ويحاولون أن يلبسوها لباس العلم كابد اللوجن هذا ليس مكتوبا لا بلغة أكاديمية ولا بلغة بحثية وليس صاحبه لم يحترم فيه أساسية خطوات المنهجة على أي تحال العلموية هي ركن أو هي أساس الإلحاد الجديد جيد بالنسبة للعلموية يعني فيها أفكار كثيرة فيها أن العلم هو السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة وأننا نحن لا ندرك الإله ولا نرصد الإله بواسطة العلم تجريبي إذن فالإله غير موجود والإله خرافة فلماذا لا نرصده في المختبر؟ يعني حتى أؤمن لك بالإله يجب أن أرصده إما بواسطة تيليسكوف إما بواسطة يعني مقياس الموجات تحت الحرارية المهم أن أرصده بطريقة علمية أو أتبت وجوده بطريقة علمية وهذه مشكلة كبيرة جدا وهذه مشكلة كبيرة جدا إذن ثم هناك مسألة تعارض بين العلم والدين مسألة إله الفجوات أنا أعتقد أن الوقت يمر بسرعة فسيحاول أن أختصر ثم هناك الجانب النفسي والجانب النفسي في الإلحاب يعني أن هناك عددا كبيرا من الملاحظة كما قلت ليس كل الملاحظة يعني الذي يحملهم على الإلحاب هو المشاكل النفسية مثلا وهذا قد تناوله أحد العلماء بول فيتس له كتاب The Feast of the Fatherless The Psychology of Ateism يعني إيمان فاقد الأب سيكولوجية الإلحاب أو نفسية الإلحاب وفي هذا الكتاب أنصحكم بقراءاته هو موجود حتى بالعربية مترجم يعني ترجم ومركز دلائل موجود تستطيعون تحميله بصيغة PDF يعني تناول فيه أشهر شخصية الملحدة سواء الإلحاب القديم أو الإلحاب الجديد وحاول أن يوصل الرسالة وهي أن كل الملاحظة أو جل الملاحظة على الأقل يعني كانت لهم مشاكل نفسية وهذه المشاكل نفسية يعني هو حاول أن يربطها في مشكلة كبرى وهي مشكلة الأب غياب الأب أو الأب المعيب كما يسميه أو الأب الغائب أو الأب المشوه يعني إما ذلك الشخص الملحد يكون أبوه ميتا يعني فتغيب عنده سلطة الأب وهو ربطها حاول أن يربط الموضوع بموضوع الأب مع الإله أنصحكم بالرجوع للكتاب لأن الوقت لا يكفي وتناول حتى عقدة أوديب عند سيغموند ثروي لكنه لم يتبنى النفس طرح على أي حال حاول أن يتبت أن أغلب الملاحظة يعني عندهم مشكلة الأب إما غياب الأب هجرته أو موته إما أن ذلك الأب موجود لكن ليست له سلطة قوية يعني سلطة شائعة عنده سلطة شائعة أو معيبة فهذه المشاكل النفسية هي التي أسهمت في ترصخ الإلحاد في أولا وتحدث عن دوكينز وتحدث عن هيتشينز وتحدث عن نيتش مثلا عن ديفيد هيوم عن جل الملاحظة تقريبا أدرجهم وتحدث عن إما عن مشاكلهم مثلا هو تحدث عن ريتشارد دوكينز فقال بأنه عندما كان صغيرا ذهب ربما يدرس بعيدا عن والديه وتعرض للتحرش أو للاغتصاب من طرف أحد القساوس فربما ذلك وهذا معروف عن ريتشارد دوكينز فربما ذلك هو الذي أدى إلى حقدي عن الدين وكذا طبعا أنا لا أتبنى طرحه لكن هذا هو الذي ذكره بول فيتس في كتابي هذا على أي حال فالإلحاد يعني يشكل عفوا الجانب النفسي يشكل أيضا هو يشغل حيزا مهما في الإلحاد جديد قلنا الجانب المعرفي وفيه الجانب العقلي والجانب العلموي ثم هناك الجانب النفسي وتقريبا أشهر شبهة من شبهات نفسية يعني التي تؤدي إلى الإلحاد هي شبهة شر مشكلة شر يعني معروفة يعني هي ملحي عفوا أنا أتحبش قليلا أعتذر لكم هي شبهة قديمة يعني إذا كان الله إذا كان الشر موجودا في العالم فإما أن الله يستطيع أن يحبسه أو لا يستطيع إذا كان يستطيع أن يحبسه ولم يحبسه فهو شرير وإذا لم يكن يستطيع أن يحبسه فهو عاجز إذا ليس إله شبهة قديمة جدا معضلة قديمة جدا مردود عليها يعني منذ سنوات كثيرة سواء في الترات الإسلامية أو حتى في الكتابات المعاصرة مشكلة الشر وجود الشر في العالم لماذا توجد فيضانات لماذا الأطفال الصغارية موتون لماذا حوادث السيء وهنا خطأ في التصور العقدي عند الإنسان يعني مشكلة كبيرة في التصور العقدي لمشكلة الشر يعني إما أن هؤلاء الأشخاص يعتقدون أن الحياة الدنيا يجب أن تكون خالية من السرور أن تكون الجنة هنا وهذا عندنا ليس في العقيدة الإسلامية الجنة هي ضار بلاء يعني تتعرض فيها للخير والشر ونبلغكم بالشر والخير فتنة وأنها ضار امتحان ثانيا أنه لا يوجد شر مطلق أصلا يعني دائما لا يوجد شر محدو إنما كل شر وراءه خير إما عاجل أو آجل فمثلا أنت عندما تقطع يد مثلا صارق على القول على القول مثلا بهذا العمر أو تسجون الصارق مثلا فأنت هنا ذلك العمر هو شر بالنسبة له ولكنه خير بالنسبة للمجتمع لأنك تكفي المجتمع شر ذلك الصارق الذي قمت بحبسه أو بقامة الحد عليه وهكذا على أي حال أنا لا أريد أن أنتقد الإلحاد الجديد أو أنتقد هذه الأمور فقط أعطيتكم صورة شاملة وصورة سريعة جدا عن الإلحاد الجديد ثم يعني هذه هي أبرز أفكار الإلحاد الجديد أسبابه تاريخ ظهوره وبينا يعني أنه في الجانب المعرفي يعني في الناحية الشبهات الشبهات ليست جديدة ليست بالضرورة جديدة مثلا عندما يقول لك إذا كان الله خلقنا فمن خلق الله أو هل يستطيع الإله أن يقتل نفسه أو مثلا هل يستطيع الإله أن يخلق صخرة لا يستطيع حمله هذه شبهة ذكرها ستيفناوكين أنا قرأتها له في أحد كتبه ربما Brief History of Time ربما نعم هل يستطيع الإله أن يخلق صخرة لا يستطيع حمله هي مثل شبهات هل يستطيع الإله أن يخلق نفسه يعني هذه الشبهات أصغر طالب علم عندنا في التراث الإسلامي يعني درس مبادئ علم الكلام أو مبادئ العقيدة لا يستطيع أن يجيب عنها وأجاب عنا العلماء قديما أن قدرة الإله لا تتعلق إلا بالممكنات يعني من صفات الله عز وجل أن الله قادر نعم قادر إن الله على كل شيء قدير من صفاته المتبتة له وأنه قادر يعني يستطيع يقدر على كل شيء إن الله على كل شيء قدير لكن قدرته تتعلق بماذا؟ بالممكنات بكل ما هو ممكن يعني هل يستطيع الإله أن يقتل شخصا؟ يستطيع أن يحيي شخصا؟ يستطيع لكن هل يستطيع الإله أن يخلق شخصا؟ لا حيا ولا ميتا؟ هنا يقول لك العلماء المسلمين القدرة لا تتعلق بالممتنع أو بالمستحيل مثلا هل يستطيع أستاذك أن يرسم دائرة مربعة؟ هل يستطيع الإله أن يخلق دائرة مربعة؟ لا يمكن ليس لأن الإله عاجز بل لأن هذا الأمر ممتنع إذن فالقدرة الإلهية لا تتعلق به هل يستطيع الإله أن يخلق رجلا قائما جالسا؟ يعني واقفا وجالسا في نفس الوقت لا ليس لا نجيب بأن الإله لا يستطيع نجيب بأن السؤال خاطئ لأن السؤال يؤدي إلى حصول ممتنع كان أقول لك مثلا كم يبيض ديككم من بيضة في اليوم يعني الديك كم يبيض من بيضة هنا لا تلزمني بالإجابة أقول لك يبيض ثلاث بيضة أم أربع بيضة لا السؤال كخاطئ الديك لا يضيب فكذلك سؤال هل يستطيع الإله أن يخلق صخرة لا يستطيع حملة هذه الشبهات التي يكررها الملاحدة في 2020 أو 2019 أو 2018 هي في جملتها شبهات قديمة ومرضود عليها لكن ما الجديد في الإلحاد الجديد؟ الجديد فيه هو سماته هي رموزه هي طريقته هي انتشاره عبر السوشال ميديا هي انتشاره عبر الإعلام هي سماته الساخرة سماته المتطرفة هي تبشيره هي طائفيته هذه هي أبرز سمات وفكار الإلحاد جديد في الأخير أود أن أشكر وأن أجدد شكري للإخوة في لجنة المسجد فكان المفترض أن يكون اللقاء في صفحتهم لكن بعض المشاكل التقنية أجدد لهم شكري وأنا هذه الأيام مشغول قليلا لكن بما أنني كنت وقد عقدت هذا اليوم مع الأخ فلم أشاء يعني أردت أن ألتزم معه بالموعد يعني رغم بعض المواعيد وبعض الانتزامات الأخرى فأرجو أن أكون قد وفقت في تقريب صورة الإلحاد جديد لكم وصورة أهم أفكاره وأهم رموزه وأسبابه وعطيتكم صورة شاملة عنه ربما إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى وفي لقاء آخر حلقة أخرى ربما في لقاء آخر إن شاء الله نتعمق أكثر في الموضوع لا أعرف إذا كانت بعض الأسئلة هنا بسرعة ربما قد أجيب عنها للذي سؤال مستعجل في الموضوع فليكشبه وربما إن شاء الله في لقاء آخر نتعمق في الموضوع أكثر وشكرا لكم وأتدر لكم على التأخير وعلى كل شيء طيب السلام عليكم ورحمة الله يومكم سعيد حفظكم الله شاء الله